موسيقى استراتيجية المواجهة في مصر هي نقطة ضعفنا ليه نقطة ضعفنا عشان احنا مازلنا باقين على ان المصريين اللي تلعب يفوقوا تاني ويرجعوا الرشدهم لان انا مش من صالحي العب على الهوية الوطنية انا لو بعدت فلان على انه ارهابي وبعدت فلان على انه اخواني وبعدت لازم يرجع يفوق ويرجع لبلده تاني فانا بفتح له الفرصة مرة واثنين ثم ده جاء في كلام الرئيس عب فتح سيسي لما قال ايه احنا نحارب الارهاب على محورين محور القتال والحسم والقانون ومحور البعد الانساني ان احنا نطبق القوانين الصحيحة احنا في اي وقت ممكن نقضي على كل هذه التنظيمات احنا كنا ممكن نمسح الخط من العريش لغاية رفح المصرية بكتيبة دبابات او كتيبة مشامي كانيكي ونخلص الموضوع وخلص او طلعت طائرات اف ستاشر على طلعت سير بقاباتشي خلص القوات المسلحة نار زي ما قال برضو لما كان الرئيس عب فتح سيسي وزير الدفاع قوات المسلحة نار لا تلعب بيها ولا تلعب معاها اللي يلعب معاها يخسر اللي يلعب بيها يولع في روح فعايزين نقرأ هذا كويس ده مش عجز قوات المسلحة لو حطت ادها كده على حاجة انتهت واحنا شفنا النهاردة كل يوم عشرين تكفيري خمستاشر تكفيري اربعة يعني احنا وصلنا في الفطرة الاخيرة عدينا المتين تلتمية عنصر ده ده اللي قضي عليهم ده غير اللي تقابد عليه غير 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 فعايز اقول لكم ان المشهد مش ضدنا المشهد معانا وفي صالحنا واحنا بنتحرك صح وعشان احنا بنتحرك بدولة مدعومة بنسها اوعو اوعوكو اوعوكو تتخلوا عن رئيسكو او حكومتكو اوعوكو هم حينفزوا من دي حيدخلوا من دي اوعوكو تكرهوا بعض اوعوكو تقولوا حزب كذا ضد حزب كذا لا احنا كلنا في اتجاه واحد في اتجاه دعم مصر في اتجاه تنمية قيم الامن القوم المصري في البعد الاجتماعي نساعد بعض في البعد السياسي نتفق على عمل سياسي محترم ندعم به بعض في البعد الاقتصادي نفكر كيف ندعم الدولة بمشاريع ناجحة كيف نوجه كيف نعين كيف نستطيع ان نبدي من الاجراءات ما يؤكد سطوة وقدرة الدولة هنا هنبقى قدرنا ان احنا ندعم بلدنا في انها تكون متمسكة وتقاوم هذا الارهاب اللي بيشن من الداخل والخارج انا في نهاية كلمتي اكون كده جسمتلكم المشهد وحضرتلكم الصورة قدامكم كده وتكونوا يا رب فهمتوها وعرفتوا ان احنا نستحق اكثر من هذا ونستحق ان نكون على درجة من الوعي اكثر من هذا لان اوعي تنسوا ان احنا اللي صنعنا مجد هذه المنطقة صنعنا حرية افريقيا صنعنا حرية امريكا اللاتينية صنعنا دولة عملاقة في خطتين خمسيتين حوالي اتنشر سنة ونص من اربعة وخمسين لسبعة وستين